ومن فران هنتكلم على الكرة الفرنسية تجربة تستحق أن نقف عندها كتير جدا وما فيش شك أن الكرة الفرنسية في الوقت الحالي بتعيش أفضل فتراتها هم حامل لقب كأس العالم وهم المرشح الأول لأي بطولة دولية بينفسوا فيها ونجومهم مسيطرين ومنتشرين على معظم الدوريات الكبيرة في أوروبا ومش بس كده والأنديا الكبيرة سواء كنت بتكلم على ألمانيا على إسبانيا على إنجلترا على إيطاليا وبالتأكيد طبعا فرنسا اللي بقى عندهم الحقيقة واحد من أقوى لأنديها على مستوى العالم وبيضم كوكبة كبيرة جدا من النجوم الكلام طبعا على البي اش جي أو باريس سان جرمان اللي هيكون معنا دلوقتي في السادسة واحد من نجومه السابقين طبعا ريمون دومينيك نجم باريس سان جرمان السابق والمدير الفني السابق أيضا لمنتخب فرنسا بيشرفنا في السادسة أشكرك طبعا على مشاركتك معنا وعلى وجودك معنا وظهورك على شاشة الأهلي شكرا جزيلا شكرا لكم بداية خاليني أفتح معك ملف المنتخب الفرنسي تقارير كتير رصدت رغبة الاتحاد الفرنسي في طرح أسماء بديلة لخلافة ديديي ديشان المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي منهم على سبيل المثال كريستوف جالتيي منهم طرح كمان اسم نجم الفرنسي زين الدين زيدان يهمني أسمع رأيك وهل تعتقد أن ديديي ديشان سيكون خارج المسؤولية الفنية للمنتخب الفرنسي أم لا؟ أنا ليست في مكان ديديي ديشان ولكن هي دائما مشكلة الصحافة لأن الفريق الفرنسي يمشي بأداء جيد ويحقق أداء رائع ويفوز واستطاع الفوز دائما حتى بكأس العالم ولكن أعتقد أن الناس تطرح هذا السؤال لأن يوجد كأس العالم القادم في قطر ولكن ممكن بناء على النتائج أن تتغير ولكن هو دور الميديا والإعلام دائما ما يطرح هذه الأسئلة ولكن العائم المنتخب الفرنسي يؤد أفضل أداء وهو مدارب كبير وأعتقد أنه سينتظر من وجهة نظرك ديشان هو الرجل الأنسب لقيادة المنتخب الفرنسي في المرحلة الحالية وصولا طبعا لبطولة كأس العالم طبعا هو الآن موجود في هذا المكان ولأنه يسيطر على هذا الفريق فالاختيار له والأداء أيضا نعم ولكن أعتقد أنه هو الرجل اللي أصح في هذا الوقت الحالي هو فعلا يستطيع ويستحق التواجد في هذا المكان خصصا في ظل التواجد النتائج التي يحققها مع الفريق ولكن سنارة طبعا في كأس العالم في قطر النتائج والأعتقد أنه لو وصل للدور قبل النهائي فهذا ممتاز يعني أنا يمكن في بداية كلامي وأنا بستقبلك في السادسة كنت بكلم أنه المنتخب الفرنسي بيملك سكواد سكواد في منطقة القوة لعبين متميزين في كل المراكز هو المرشح الأول لأي لقب لكن يا مني عرف رأيك برضو في ظل تراجع عدد كبير من المنتخبات الكبيرة والمرشحة دايما لتحقي اللقب تراجع مستوى منتخب البرازيل تراجع مستوى منتخب الألماني تراجع مستوى منتخب الإيطالي المهدد بعدم المشاركة إزاي بتشوف تأثير ده على فرص المنتخب الفرنسي في تحقيق لقب كاس العالم والحفاظ على لقب اللحاء في النسخة الأخيرة هل المهمة هتكون سهلة من وجهة نظرة ليست سهلة طبعا لم تكن أبدا سهلة الحفاظ على لقب فهو شيء صعب لأن يوجد طبعا فرق على مستوى عالي يوجد منتخب الأسباني والمنتخب الأرجنتيني وهم الفرق قوية جدا ويستطيعون تحقيق الفارق وأعتقد أن في أوروبا يوجد إنجلترا وبلجيكا بلجيكا قد تكون منافس قوي جدا وقد تحقق الكثير في كأس العالم ولكن أعتقد طبعا أن قوة المنتخب الفرنسي والسكواد الحالي هو قوي جدا وجميع اللاعبين يلعبون في أندية كبيرة ويحققين أداء ممتاز مع فرقهم جميعا وفعلا برضو في عام 2006 وفي 2018 كان يوجد عديد من اللاعبين الرائعين كلهم يؤدون أداء رائعي مع جميع فرقهم الذين هم الأفضل في أوروبا ولكن أعتقد أن في النهاية الهدف واضح ولكن سنرى نحن لا نعلم النتائج ولكن نقول أن المنتخب الفرنسي قوي ويمتلك فريق من النادل تواجده في فريق واحد بمناسبة كأس العالم أنت كنت بتدرب منتخب فرنسا في كأس العالم 2006 اللي خسر المنتخب الفرنسي فيه لقب قدام إيطاليا يعني المباراة دي طبعا ما تتنسيش بسبب الواقعة الشهيرة بين مدافع إيطاليا ماتيراتسي ونجم فرنسا في الوقت ده زين الدين زيدان وكتير من الأراء شافت أنه فرنسا خسرت كأس العالم وخسرت اللقب بسبب اعتداء زيدان على ماتيراتسي إزاي شفت الأمر من وجهة نظر الموديل الفني لمنتخب فرنسا في البطولة دي أنا ما أراه أنه أنا أعتقد أن زين الدين زيدان الآن أصبح مدرب كبير حصل العديد من الألقاب منهم ثلاثة ألقاب لدورة أبتاء أوروبا ولكن أعتقد أنه النسى وهذه الفترة الصعبة لا أحد يستطيع أن ينسى الهزيمة لأنها هزيمة في كأس العالم ولكن ما أراه هو التفوق زيدان ووصوله لهذا المكان ولكنها لأن في النهاية كانت مباراة اصيب فيها باتريك فييرا وكان يوجد فيها العديد من الأسباب ولكن لكما يكون شيئا كبيرا هذا الحدث الذي حدث بين زيدان ومترازي لنا كانت شيئا كبير للميديا فقط والإعلام ولكن بالنسبة لنا لم تكن لم تكن شيئا كبير هذا شيء انتهى بالفعل وأعتقد أن هو مر بظروف كثيرة والآن هو في هذه المكانة أنت كنت مدير فاني لجيل يمكن يكون من أعظم الأجيال في تاريخ الكرة الفرنسية بيضم نجوم كبار جدا على مستوى عالمي يعني زين الدين زيدان روبرت بيريس باتريك فييرا تياري عنري وكلهم أو يعني جزء كبير جدا منهم توجه لعالم التدريب النهاردة عندنا زيدان كمدير فني تياري عنري طبعا اشتغل مع المنتخب البلجيكي باتريك فييرا مين منهم لفت نظرك ومين منهم تتوقع أن يكون له مستقبل كبير في عالم التدريب أسف ممكن أنت عيد سؤال طيب أنا كنت بكلمك على الجيل اللي أنت توليت مسؤولية تدريبه مع منتخب فرنسا جزء كبير منهم توجه للتدريب وجزء منهم يعني ليه اسم كبير في عالم التدريب زين الدين زيدان حقق بطولات مع ريال مدريد تياري عنري مع منتخب بلجيكا باتريك فييرا في الدولة الإنجليزية وغيرهم مين من وجهة نظرك تعتقد أنه هيكون مدير فاني ليه شأن كبير أو يكون يعني يسيب بصمة أو يكون ناجح بشأن كبير وخصوصا مع الكرة فرنسية هذا صعب جدا أن أقوله لأنها يعتمد على الظروف لأن تياري عنري كان مدرب لموناكو ولكن لم يستطيع الحصول على الأفضل نتائج ثم ذهب إلى كندا ولكن يكون في أفضل حال باتريك فييرا كان مدربا لنيس أدى موسم رائع ثم ذهب إلى إنجلترا لما تذكر لأي نادي أعطاق كريستال بلاس أو نادي أخر والآن هو في إنجلترا وهو مدرب الآن ولكن هي دائما الظروف ما تحكم ماكيليلي لم يفوز بشيء كبير ولكن ليست معنى أنك تكون لعبا رائع أن تصبح مدرب كبير أو مدرب زوجودة عاليا انتقالا لباريس سانجرما خاليني أسألك أعتقد دي عالم تستفهم كبيرة بالنسبة لكل جماهير باريس سانجرما ولكن أنت شخصية الفريق من أكتر من موسم يمتلك كل الأدوات التي تمكنه من تحقيق لقب دوري الأبطال ومع ذلك لم ينجح في مهمته يعني في البداية تولى أعناي أمري ثم توماس طوخل الألماني ثم بوتيتينو المدرب المدير الفني الحالي ويمتلك منتخب العالم مجموعة من أهم الأسماء في عالم كرة القادمة ومع ذلك غير قادر على تحقيق لقب بطولة الشامبينز ليك إيه ينقص باريس سانجرما من وجهت نظر ريمون دومينيك هم حصلوا على لعبين رعين ولكن ليست على لعبين فقط رعين بمجرس سيتي مع غورديولا استطاعوا الحصول على لعبين رعين ولم يستطيع الفوز بدر يابط الأوروبا ولكن هي ليست دائما بالمال واللعبون ولكن الباريس سانجرما ليست بأنها قلبت لعبين على مستوى كبير أن تفوز بدور أبطال أوروبا يوجد العديد من الفرق التي فعلت نفس الشيء ولم تحصل لابد من العمل لابد من القهد أعتقد أن الباريس سانجرما أنهم قاربون دائما قاربون في تطور للفوز بدور أبطال أوروبا ولكن هم ذهبوا إلى قبل النهائي في دور النهائي وقبل النهائي في دولة أوروبا وهو جزء من النجاح هو نجاح لأن منشستر سيتي لديهم العديد من المال مثلا ولم يحصلوا عليها ولم يقتربوا منها حتى الآن حتى وصلوا للنهائي ولكن لم يحخزوا البطولة أعتقد أننا لا نجب أن نفعل هذه المقارنة أعتقد هو الوقت وفي لحظة سيفوز باللقب لأنهم يصلون دائما للنهائي ففي لحظة مفاجئة سيحصلون على الفوز وهو فقد الفوض تتوقع بالنسبة الموجهة المنتظرة للأسبوع التي تجمع بين بي أجي وريال مدريد في البرنابيو طبعا نحن ننتظر بفرح وانتظار بايسا جيمان أدت أداء رائع في الزهاب ولعبت أفضل بكاسيم يا مديد التي لم تلعب نهائي لم نعلم لماذا لم نفهم لماذا ريال مديد أداء بهذا الأداء ولكن أعتقد أن بايسا جيمان هي ما فعلت هذا لهذا الأداء ولكن ننتظر طبعا الماتش ستكون ماتش من حرب وأعتقد أن بايسا ستحاول بكل طرق أن تفوز بالمباراة وفقد حتى بايس سيكون عليه الكثير من الجهد والعمل ولكن ما يحسب هو الماتش القادم يوم الأربعاء هو الذي سيحسم لن يحسم شيء الأداء الذي عدى في الوقت الماضي سننتظر بكل سرور ولحفة على رؤية هذا اللقاء ولكن أعتقد أن الريال مدريد لن تكون على نفس الأداء الذي أدته في اللقاء الزهب ولكن أعتقد أن بايسا جيمان يجب دائما أن يحارب ويلعب على المباراة كبيرة ويؤدي أداء قوي مثل المباراة الأولى بمناسبة أمبابي في تقارير أكدت أن كيليان أمبابي توصل بالفعل الاتفاق مع إدارة الريال على الانتقال في الموسم القادم أو في المركات الصيفي لمدريد من وجهة نظرك بتأيد هذا أو بترى أنه من الأفضل بقاءه في بي أجي أنا أعتقد أنه بعد يوجد من سنة والناس تتحدث على انتقال أمبابي وكل الوقت ودائما الناس تتحدث على هذا ولكن هو يبقى ولكن طبعا هو أمبابي الاختيار هو فقط فقط أمبابي قرار هو إذا كان هو يرى أنه يفضل أن يختار مناخ آخر وجو آخر ولكن هو في باريس يمتلك كل شيء يمتلك كل شيء من الجو ولكن في ريال مديد وفي ليفر بول ومنشستر ستكون ظروف مختلفة في بارسلونا في فرق عديدة يوجد سيكون تتواجد هناك بدون أي مشكلة ولكن هو صاحب القرار الوحيد هو صاحب القرار في المواجهة ولكن أنا لا أستطيع نصحه في هذا الجزء ولكن أعتقد في أي أن كان قراره سيصبح النجم كمدير فني لو بتختار اثنين من الأربع أسماء الفريق التي ستقوده تختار كيليا نمبابي أو تيري هنري تيري هنري كان رائع كان مهاجم في جيله كان مؤثر كان له كارزمة ولكن أعتقد أنه لديه الكثير من يقدمه في هذا الوقت حالي في هذا الجيل الحالي أعتقد أنه مبابي هو اللاعب الأفضل هو اللاعب الذي سيحصل على الأفضل اللاعب في العالم والكرة الزهبية في السنوات القادمة هو اللاعب الذي يكون مديل من كريستيان وونالدو وميسي زين الدين زيدان وميشيل بلاتيني قد أداء رائع مثلا إذا حدثنا عن بلاتيني وزيدان وليس أستطيع أن أختار أحد لأنهم جيلين مختلفين خلينا أسألك عن نجمنا المصري محمد صراح وكيف ترى أداء مع ليفر بول وكيف ترى رصده في الحصول على لقب الأفضل في العالم أعتقد الفوز بأفضل العالم وبالقرى الزهبية يجب أن يفوز بدوري أبتال أوروبا ولم يستطيع الفوز بكأس الأفريقية ولكن أعتقد أنه إذا فاز بدوري أبتال أوروبا في هذا العام سيضعه في مكان آخر ويجب أن يفعل عليه ويوجد ويوجد الآن ويستطيع أن يحقق اللقب ويجب العمل عليه ولكن هو يستحق بصراحة من وجهة نظر هو يستحق ويمثل فئة من أفضل اللعبين في العالم في الوقت الحالي الذي يستطيع اللعب الذي يستطيع أن يساعدك في أي توقيت وأن يعطي الفارق في دايما الوقت رغم أن معيار البطولة لم يكن أساسي في تحقي اللقب السنة اللي فاتت يعني جوجينيو الإيطالي حقق لقب اليورو 2020 مع إيطاليا وحقق لقب الشامبيون الليك مع تشيلسي ورغم ذلك لم يفز أو لم يحقق رقب الأفضل في العالم سواء في البالوندور أو في جيز الدباست نعم هو فعلا فاز بدورة أبطال ربما مع شيلسي وكأس وأوروبا مع إيطاليا ولكن بالفعل اختلاف الفوز بالبطولات يجب أن تكون شخص صاحب ظهور صاحب ظهور صاحب ظهور للعالم كله أن تكون لاعب مؤثر وظهور واضح في كل الإعلام والأندية مثل ميسي ورونالدو ومحمد صلاح لاعبون على هذه الفئة الذين دائما يظهرون هم يستطيعون ولكن الكأس العالم أن الفوز بأفضل في العالم هو شيء مظهر كبير وحدث كبير ولهذا أعتقد أن الفوز بها لابد من الجمع من البطولات والجمع بين الرؤية مثلا إذا أعتقدت إذا رأيت محمد صلاح أو أمبابي سأختارهم هم لأن أختار جوجينيو ولهذا يوجد دائما لاعبون الهجوم هم دائما ما يكونوا في أفضل لاعبي في العالم لأنهم صاحبون الرؤية وصاحبون الذي يمتلكون الصورة العامة للعالم ريمون دومونيك طبعا نجم البي أش جي والمدير الفاني سابق لمنتخب فرنسا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا على شاشة الأهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسة ومن فرنسا نتحول مع حضراتكم لألمانيا ونتابع المباراة الأخيرة اللي جامعت بين مونشنجلابخ وبين شتوتجرد الألماني مباراة كان فيها ريمون تادا عظيمة جدا لشتوتجرد خدوا بال حضراتكم قبل المباراة دي الفريق اللي بلعب له طبعا على سبيل عارة نجمينة المصري عمر مرموش كان بيتزايل جدول ترتيب البومز دي جا مباراة كانت صعبة لأنه الحقيقة مونشنجلابخ تقدم في بداية المباراة بالهدف الأول زي ما حضراتكم شفتوه وعززه كمان بهدف تاني كرة طبعا سو باس أكتر من رائع كوتيب باس أكتر من رائعة وبعد كده استمر على الهجوم وأسست أكتر من رائعة يحط من خلاله مهاجم مونشنجلابخ الهدف الثاني لفرقته توقع الجميع أن المباراة انتهت وأنه انه انهيار تم لفرقة شتوتجرد اللي بتتزيل جدول ترتيب البونز دي جا ومن هنا بتزيل أكتر من رائعة واستمر الحقيقة شتوتجرد الهدف ده رفع الحالة المعنوية محدش بيعمل كده هنا أبدا يعني هو صلح الكرة كما لو كان لعب من فريق شتوتجرد نفسه واستمر هجوم شتوتجرد في الشوت التاني من ترو باس أكتر من رائع من ناحية اليمين خطأ عنيف برضو من رابي بن سبعين قدى لدخول الكرة في شباك فرقته هدف تاني لشتوتجرد تعادل به في المباراة واستمر الحقيقة شتوتجرد حالة الريمونتدة دي بتدي دفع معنوية دايما لأي فريق وبيتأكد من أنه عنده القدرة على موسطة المشوار وقد كان بالفعل الحقيقة في نهاية المباراة كرة عرضية استقبلها مهجم شتوتجرد وحط الهدف التالت عشان تتحول النتيجة من 2-0 ل3-2 لصالح شتوتجرد والثلاث نقاط دول قدوا انه شتوتجرد تقدم في جدول الترتيب ثلاث مراكز عشان يكون في المركز السبعتاشرة بهدفين اللي نجومه سيلي ومولر انتهت المباراة بالتعادل بين طبعا باير ميونيخ وبين باير اللي بيركوزن الهدف الأول لباير ميونيخ كان هدف التقدم أحرازه المدافع سيلي والهدف في التاري أحرازه لعب باير ميونيخ برضو مولر في مرمى بالخطأ طبعا عدم تفاهم عدم تنسيق الحالس ما تكلمش الحالس تتكلم ومولر ما سمعش لكن في النهاية كانت النيران الصديقة هي اللي أهدت باير ليبركوزن هدف التعادل في المباراة مباراة كانت فيها أخطاء دفاعية ودي الثقة الزايدة مع عدم التأدير ولكن ربنا كان رحيم بجماهير الباير والكرة لم تسجل أو لم يحرز أو لم يستغل مهاجم باير ليبركوزن الخطأ والكرة دخلت في العرضة هجمة تانية الحقيقة كانت هدف شبه معكد لباير ميونيخ في كرة عرضية أكتر من رائعة وصلت برأسية من ليفاندوفسكي لجنابري طبعا ولكنه حطها في القائم تفهمش هنا ليفاندوفسكي كان بيحاول يحطها ولا بيعمل لكن في النهاية الكرة وصلت لجنابري واحد من أفضل الأجنحة على مستوى العالم من وجهة نظري كرة دي كانت الحقيقة ويمكن عدلة السماء يعني هي ما تعددتش مرة تانية ومشوفناش من زاوية أوضح لكن في النهاية حارس المربى تمكن من إنقاذها عشان تنتهي المباراة بنتيجة واحد واحد والتراجع الحقيقة في مستوى النتائج بالنسبة للباي للدوري الياباني هنروح لأنها لقطة يمكن ما بتتكررش كتير واحتمال ما تشوفهاش في أي ملعب تاني لعب واحد في نفس المباراة يحصل على طردين اتنين بطاقة خمرة لنفس اللاعب في نفس المباراة الأولى طبعاً كانت بالخطأ من حكم المباراة اللي يعني اطلقبط في اشهار الكارت الأحمر بدل من الكارت الأصفر نتيجة خشونة أو يعني استهتار في التدخل قدى لحصوله على كارت أحمر غير صحيح الحكم استبداله طبعاً وأظهر له الكارت الأصفر لكن نفس اللاعب كان مصير تماماً على نفس أو على تكرار نفس الخطأ في نفس المباراة حصل على البطاقة الصفرة التانية واللي قدت المرة دي لإشهار البطاقة الحمراء السليمة في وجهه وخروجه من ملعب المباراة وقع يمكن ما بتكرارش كتير فكرنا أن احنا العرادة لحضراتكم النهاردة في السادسة وفقراتنا متواصلة مع حضراتكم بس بعد الفاصل